عم يغب منا غب وانت وامه ما كن عارفاني شو صاير فكرينه صغير ما بيفهم بس هذا صغير الطفل ابنكون او بنتكون بيفهم اكتر من كتير ما كنتوا تخيلوا وبيفهم وبيتعلم من تصرفاتكون اكتر من حكيكون وانتوا مفكرين انه يلا ما بيأسر الساعته صغير هو عم يسجل كل شي بذاكرته للمستقبل عم تؤتل امه قدامه وبتقلها كلمات بزيئة وهي بتسب عليك وما بتحترمك وللولد بعدين بتقبام تصيروا بتسيوا له بتحكوا معه انت حمار انت ما بتفهم شوف غيرك شلون بتكسروا للولد تكسير معنوياته بكلامكم بعد ما شاف سوء معاملتكم مع بعضكم وبعدين بسي كبار ويسير له شخصيته بكون تقولوا عنه عاق ويسمع الكلمة ويبرد علينا وبيسب علينا وبيقول كلمات ما انتوا كلامكم الفاحش بالبيت فلش تستغربوا اذا سبه هو مسبه عنده السبب عنده السبب وحسابكم عند الله يا سير فالواحد اللي بيزرعوه بيحصدوه بتزرع ورد بيطلع ورد بتحكي كلام حلو بالبيت بيطلع ابنك بيحكي كلام حلو بالبيت بتحترم مرتك قدام ولادك بيطلع ولادك بيحترموا زوجاتهم وما بيكرهوا الزواج وما بيشروا مع القضيين نفسيا ومرضيين نفسيا بدك تتناقش انت ومرتك أو تتخان افوتوا على الغرفة كتبوا كتابي احسن معي سنة صوتكم اما تضرب مرتك قدامه تضرب امه فكر رح ينسالك ياها طول حياته انت عم تضرب امه ينسالك ياها ما بينسالك ياها يوم من ايام الله توب علينا هاي مو عمي الحالة حالة عمي الحالة عليكم فهمان لا هذا من الالم الشي عمي سير هلا من الالم وانا ما لأحسن من حدا منكم انا اسوأ واحد فيكم بس الله العافو والعافي